وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدن السعر الرسمي تمنكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 638 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 787 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 25 طن في مجالي حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السلع الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 720 طن أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السلع الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط 42 طن وفي مجالي قضايا المخابس تم ضبط 901 قضية من بينها 205 قضايا خبز ناقص الوزن و241 قضية خبز غير مطابق للمواصفات